طب إذا اشتد الخوف بقى جدا اسمع مني هذا الحكم يصل الشخص كيفما أمكنه ذلك مستقبلا القبلة أو غير مستقبلا للقبلة يومئ بالركوع وبالسجود أكثر كيفما استطاع ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه فالواجب يسقط بالعذر عنه وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة واستدلوا بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أي على أرجلكم أو ركبانا أي وأنتم تركبون دوابكم ولقوله تعالى وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم ولا شك أن أخذ الحذر وحمل السلاح دليل على أن حالة الحرب قائمة وفي هذه الحالة يصلي بالقدر الذي يستطيعه كان عبد الله بن عمر يقول فإن اشتد الخوف صلوا رجالا أي قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلا القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر قد ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت في أول لقاء أنه قد يظن البعض أننا لسنا في حاجة إلى هذه الأحكام الآن لسنا في مواجهة للعدو وأقول بل معرفة صلاة الخوف حتى ولو لم يحضر العدو في ساحة القتال أمر من السنة أن نتعلمه وأن نعرفه لأنه قد يلحق بالإنسان خوف لسبب من الأسباب كأن يخاف مثلا من السيول الجارفة أو من حريق هائل أو من حيوان مفترس كسبع أو أسد أو كلب عقور أو حية عظيمة رقطاء إلى غير ذلك من أسباب الخوف الحقيقي الشديد جدا والتي يتعرض لها الناس في كل زمان وفي كل مكان فحينئذ وجب عليه وجب عليه في حالة الخوف هذه أن يتعلم أحكام صلاة الخوف حتى لا يضيع الصلاة نص على هذا جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة وهو قول كثير من أهل العلم فقول تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا هذا حكم عام يشمل أي خوف ولم يخص هذا الحكم خوفا دون خوف بهذا أكون بحول الله وفضله وتوفيقه ومدده قد أنهيت الحديثة مع حضراتكم في حكم هذه الصلاة العظيمة صلاة الخوف التي يجهل أحكامها كثير من المسلمين ترجمة نانسي قنقر